موسيقى اعزائي طلبات وطالبات الصف الحادي عشر ادبي اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من دروس الرياضيات عنوان حلقتنا لهذا اليوم وهو تمارين على القاعدة التجربية والقيمة المعيارية ابقوا معنا بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقتنا لهذا اليوم وهي بعنوان تمارين على القاعدة التجربية والقيمة المعيارية عزيزي الطالب القيمة المعيارية والقاعدة التجربية اول شيء نروح حق التوزيع الطبيعي اوجد الاحصائيون قواعد اخرى لدراسة تشتت قيم البيانات عندما تتوزع بطريقة معينة تعرف بالتوزيع الطبيعي وذلك من خلال استخدام القاعدة التجربية التوزيع الطبيعي هو توزيع البيانات بشكل متماثل حول المتوسط الحسابي والمنحنى التكراري الذي يمثل هذه البيانات تأخذ شكل الجرس كما هو بالشكل من خواص التوزيع الطبيعي واحد ان يكون على شكل ناقوس اي جرس متماثل حول المتوسط الحسابي وهو المتوسط الحسابي بالمنتصف ان تتساوى فيه قيم المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال وهي مقاييس النزع المركزية ثلاثة ان ينحدر طرفه تدريجيا ويمتدان الى ما لا نهاية ولكن عزيز الطالب لاحظ من الرسمة عندي لا يلتقيان ابد ما ابدا مع المحور الافقي القاعدة التجريبية تستخدم القاعدة التجريبية لدراسة مواقف الجودة في مواقف احصائية متعددة لعينات ذات قيم مفردة عددها نون حيث نون اكبر من الثلاثين ويمكن اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء هذه الدراسة على افتراض ان لدينا مجموعة من بيانات كمية ووجدنا المتوسط الحسابي سين شرطة والانحراف المعياري سقمة لقيم هذه البيانات وتبين ان المنحنة التكراري على شكل الجرس يمكن تطبيق القاعدة التجريبية التي تنص على ما يلي واحد حوالي 68% من قيم هذه البيانات تقع على الفترة المقلقة سين شرطة ناقص سقمة وسين شرطة زائد سقمة وهي فيها مواقف الجودة نشوف عزيزي الطالب النسبة هنا 68% المتوسط الحسابي سين شرطة يساوي ميو يقسم الشكل إلى قسمين متساوين 68% التي هي فترتها سين شرطة ناقص سقمة وسين شرطة زائد سقمة وهي تنقسم إلى 4 68% تقسم إلى 34% و34% في الجزء الآخر وهي الممثلة في الشكل اللي هو اللون الوردي ننتقل إلى رقم 2 حوالي 95% من قيم هذه البيانات تقع على الفترة المقلقة سين شرطة ناقص أثنين سقمة وسين شرطة زائد أثنين سقمة نشوف الشكل عزيزي الطالب المثل لي اللي هي 95% السقمة سين شرطة اللي هي تساوي ميو المتوسط الحسابي يقسم لي الجزئين اللي هي باللون الوردي إلى قسمين متساويين 47% ونص إذن 95% من البيانات تقع على الفترة المقلقة سين شرطة ناقص أثنين سقمة وسين شرطة زائد أثنين سقمة ننتقل إلى رقم ثلاثة حوالي 99 و7 من 10% من قيم هذه البيانات تقع على الفترة المقلقة سين شرطة ناقص ثلاثة سقمة وسين شرطة زائد ثلاثة سقمة نشوفها بالشكل عزيزي الطالب المثل لي اللي هي الفترة اللي هي تمثلي 99.7 وحاط لي اللي هو المتوسط الحسابي يساوي ميو إذن متوسط الحسابي يقسم لي الجزء الوردي إلى قسمين متساويين متماثلين 49.85% يقسم ليها إلى قسمين إذن 99.7% من البيانات تقع على الفترة المقلقة سين شرطة ناقص ثلاثة سقمة وسين شرطة زائد ثلاثة سقمة ننتقل عزيزي الطالب إلى مثال واحد لتطبيق القاعدة التجربية على هذا المثال نقرأ مع بعض مثال رقم واحد لاحظت شركة شركة أن المتوسط الحسابي لأرباحه 475 دينار هذه الـ 475 اللي هي سين شرطة بانحراف معياري يساوي 115 دينار وهو سيجمة المطلوب ألف طبق القاعدة التجربية يعني راح نحط الثلاث قواعد اللي احنا خذيناها في البداية وذكرناها هل وصلت أرباح هذه الشركة إلى 750 دينار نفسر ذلك الحي سين شرطة تساوي 475 وهو المتوسط الحسابي سيجمة تساوي 115 اللي حراف المعياري باستخدام القاعدة التجربية نحصل على ما يلي واحد حوالي 68% من القيم من قيم هذه البيانات تقع بالفترة المقلقة سين شرطة ناقص سيجمة وسين شرطة زائد سيجمة نعوض في سين شرطة المتوسط الحسابي 475 ناقص 115 الانحراف المعياري و 475 زائد 115 طبعا بإجراء العمليات الحسابية تطلع الفترة اللي عندي وهي الفترة المقلقة 360 و 590 ننتقل إلى حوالي 95% من قيم هذه البيانات تقع على الفترة المقلقة سين شرطة ناقص أثنين سيجمة وسين شرطة زائد أثنين سيجمة نعوض يساوي الفترة المقلقة 475 ناقص أثنين في 115 اللي هو يساوي 230 إذن 475 ناقص 230 و 475 زائد 230 طبعا نجر العملية الحسابية اللي عندي تساوي الفترة المقلقة 275 245 و 705 إذن ننتقل إلى رقم ثلاثة حوالي 99 و 7% من قيم هذه البيانات تقع على الفترة المقلقة سين شرطة ناقص 3 سجمة وسين شرطة زائد ثلاثة سجمة نعوض عزيز الطالب في سين شرطة وهو المتوسط الحسابي 475 ناقص الانحراف المعياري عندنا عزيز الطالب يساوي 115 نضربه بثلاثة ينتج لي 345 إذن يساوي الفترة المقلقة 475 ناقص 345 و 475 زائد 345 طبعا أجري العملية الحسابية اللي عندي يعطيني يساوي الفترة المقلقة 130 و 820 عزيز الطالب نلاحظ أن المبلغ 750 دينار يقع وين داخل الفترة الأخيرة اللي هي حوالي 99.7% من قيم هذه البيانات والتي تناظر 99 إذن الفترة التي يقع فيها 750 وهي فترة الفترة المقلقة 130 و 820 إذن يمكن القول أن أرباح الشركة قد وصلت إلى 750 دينار ننتقل عزيز الطالب إلى مثال رقم 2 يعلن مصنع لإنتاج الأسلاك المعدنية أن متوسط تحمل السلك هو 1400 كيلوغرام بين حراف معياري 200 كيلوغرام على افتراض أن المنحنى الممثل للتوزيع تحمل الأسلاك المعدنية يقترب كثيرا من التوزيع الطبيعي المطلوب ألف نطبق القاعدة التجريبية با أوجد النسبة المئوية لأسلاك للأسلاك المعدنية التي يزيد تحملها عن 1000 كيلوغرام عزيزي الطالب لتطبيق القاعدة التجريبية نطبق الثلاث خطوات اللي احنا خذيناهم اللي هي 68% وعندي 95% وعندي 99.7% نشوف عزيزي الطالب أول خطوة 1000 اللي هي سين شرطة المتوسط الحسابي يساوي 1400 والانحراف المعياري سيقما يساوي 200 باستخدام القاعدة التجريبية نحصل على ما يلي أول شي ذكرنا اننا رح نطبق اللي هي 68% من قيم هذه البيانات تقع على الفترة المقلقة سين شرطة ناقص سيقما وسين شرطة زائد سيقما أعوض في السين شرطة ناقص السيقما 1400 ناقص 200 و1400 زائد 200 يعطيني الفترة المقلقة 1200 و1600 ننتقل إلى النسبة اللي بعدها حوالي 95% من قيم هذه البيانات تقع على الفترة المقلقة سين شرطة ناقص أثنين سيقما وسين شرطة زائد أثنين سيقما يساوي أعوض عزيزي الطالب في المتوسط الحسابي سين شرطة 1400 والانحراف المعياري أثنين أضربه في الأثنين يعطيني 400 إذن 1400 ناقص 400 و1400 زائد 400 يساوي الفترة المقلقة 1800 ننتقل إلى ثلاثة حوالي 99.7% من قيم هذه البيانات تقع على الفترة المقلقة سين شرطة ناقص ثلاثة في الانحراف المعياري وسين شرطة زائد ثلاثة في الانحراف المعياري يساوي الفترة المقلقة أعوض عزيزي الطال في المتوسط الحسابي 1400 الانحراف المعياري أضربه بثنين يعطيني 600 إذن الفترة المقلقة 1400 ناقص 600 و1400 زائد 600 يساوي أعوض في المتوسط الحسابي 1400 ناقص الانحراف المعياري أضربه بثلاثة يعطيني 600 إذن الفترة المقلقة 1400 ناقص ستمية و 1400 زائد 600 يساوي الفترة المقلقة 800 و 2000 نلاحظ عزيزي الطالب من الشكل اللي عندي شكل الجرس المتماثل عندي حاطلي اللي هي الفترة من 1200 ل 1600 اللي هي تمثلي 68% و نفس الشي من 1000 ل 1800 اللي تمثلي 95% و من 800 لل 2000 اللي تمثلي 99.7 إذن بما أن المنحنة الممثل لتوزيع تحمل الأسلاك يقترب كثيرا من التوزيع الطبيعي لذا من الرسم نستنتج أن 13.5% زائد 34% زائد 34% زائد 13.5 زائد 2.5 يساوي 97.5% أي أن النسبة المأوية للأسلاك المعدنية التي يزيد تحملها عن 1000 كيلو جرام هي 97.5% ننتقل عزيزي الطالب إلى القيمة المعيارية القيمة المعيارية عزيزي الطالب هو مؤشر يدل على انحراف قيمة مفردة من بيانات عن المتوسط الحسابي وذلك باستخدام الانحراف المعياري لقيم هذه البيانات إذا كان المطلوب مقارنة قيمتين لمفردتين مختلفتين تنتمي كل منهما إلى مجموعة محددة فإنه لا يكفي إحصائيا مقارنة قيم هذه المفردات ببعضها البعض بل يجب الأخذ في الاعتبار المتوسط الحسابي لكل مجموعة من البيانات وانحرافها المعياري ويتطلب من هذا الأمر تحويل القيم المقاسة بوحدات قياس عادية إلى قيم معيارية مناظرة بعدد من الانحرافات المعيارية وذلك باستخدام القاعدة القيمة المعيارية ونرمز لها بالرمز قاف تساوي قيمة المفردة ناقص المتوسط الحسابي على الانحراف المعياري يساوي سين ناقص سين شرطة على سيجما عزيزي الطالب القيمة المعيارية فرضت إذا طالب عندنا ما أخذ درجة في الرياضيات ودرجة في الفيزياء نبينشوف عزيزي الطالب في المادتين يا بنفس الدرجة نبينشوف أي درجة أفضل الرياضيات ولا الفيزياء فنروح حق القيمة المعيارية مثال واحد في إحدى المسابقات نال أحد المتسابقين 20 نقطة في الجري حيث المتوسط الحسابي سين شرطة 13 والانحراف المعياري سيجما 8 ونال أيضا 20 نقطة في القفز الطويل حيث المتوسط الحسابي سين شرطة 14 والانحراف المعياري سيجما 4 ما القيمة المعيارية لـ 20 نقطة مقارنة مع كل مسابقة؟ أي هما الأفضل عزيزي الطالب؟ الجري أم القفز الطويل؟ عزيزي الطالب لاحظ أنه عندنا مسابقتين مسابقة الجري ومسابقة القفز الطويل أثنين هم المتسابق يابل 20 نقطة إحنا هنا بنشوف اللعبة الأفضل اللي طلع له عن طريق شنو؟ القيمة المعيارية إني عزيزي الطالب في الحل القيمة المعيارية لـ 20 نقطة في الجري ورمز لها بالرمز قف 1 يساوي سين ناقص سين شرطة على سجما قف 1 يساوي 20 ناقص 13 على ثمانية باستخدام العمليات الحسابية يساوي 875 من الألف القيمة المعيارية لـ 20 نقطة في القفز الطويل قف 2 يساوي سين ناقص سين شرطة على سجما يساوي 20 ناقص 14 على تسعة يساوي 667 من الألف نلاحظ عزيزي الطالب أن 875 من الألف أكبر من 667 من الألف إذن القيمة المعيارية لـ 20 نقطة في الجري أكبر من القيمة المعيارية لـ 20 نقطة في القفز الطويل وبالتالي 20 نقطة في الجري أفضل من 20 نقطة في القفز الطويل ننتقل إلى مثال رقم 2 يسكن خالد في المدينة ألف حيث أن طول قامته 180 سنتيمتر والمتوسط الحسابي لأطوال قامات الرجال في هذه المدينة 174 سنتيمتر مع انحراف معياري 12 سنتيمتر أما صالح فيسكن في المدينة باء حيث أن طول قامته 172 سنتيمتر والمتوسط الحسابي لأطوال قامات الرجال في هذه المدينة 165 سنتيمتر مع انحراف معياري 15 أي منهما طول قامته أفضل من الآخر مقارنة مع أطوال الرجال في كل مدينة عزيزي الطالب نأتي للمقارنة بين صالح وخالد عن طريق القيمة المعيارية وأطوال والأطوال بينهم في المدينة ألف والمدينة باء المدينة ألف القيمة المعيارية لها قاف واحد والمدينة باء القيمة المعيارية لها قاف اثنين الحل القيمة المعيارية لطول قامة خالد قاف واحد يساوي سين ناقص سين شرطة على سيجما يساوي 180 ناقص 174 على 12 بإجراء العمليات الحسابية إذن قاف واحد يساوي نص القيمة المعيارية لطول قامت صالح قاف اثنين يساوي سين ناقص سين شرطة على سجما يساوي ميو اثنين وسبعين ناقص ميو خمسة وستين على خمستعش يساوي أربعمية وسبعة وستين من الألف نلاحظ عزيزي الطالب القيمة المعيارية قاف واحد نص وقاف اثنين فاصلة أربعمية وسبعة وستين نلاحظ عزيزي الطالب أن القيمة المعيارية لخالد أكبر من القيمة المعيارية لصالح إذن القيمة المعيارية لطول قامت خالد أفضل من القيمة المعيارية لطول قامت صالح وبالتالي فإن طول قامة خالد أفضل من طول قامة صالح بالنسبة لأطوال قامات الرجال في كل مدينة ننتقل عزيزة طالب إلى البنود الموضوعية وهي تنقسم إلى قسمين بنود الصح والخطأ وبنود الاختيار من المتعدد أولا بنود الصح والخطأ في البنود من واحد إلى أثنين ضل الألف إذا كانت العبارة صحيحة با إذا كانت العبارة خاطئة واحد إذا كان المتوسط الحسابي لعينة ما يساوي عشرين والانحراف المعياري يساوي أثنين والمنحنى على شكل جرس فإن 95% من القيم تقع بالفترة 16 إلى 24 عزيزة طالب إحنا نعرف أن المتوسط الحسابي هنا عشرين ناقص القيمة المعيارة اللي هي 95 الفترة سين شرطة ناقص أثنين سيجمة وسين شرطة زائد أثنين سيجمة طبعا إذا عوضنا في هذه الفترة يعطيني اللي هي الفترة اللي هي 16 الفترة المغلقة 16 و 24 إذن العبارة عندي عبارة صحيحة أثنين في التوزيع الطبيعي بالفترة المقلقة سين شرطة ناقص سيجمة وسين شرطة زائد سيجمة تحتوي على 99.7 من عشر من قيم هذه البيانات نرجع حق النسبة المئوية 99.7 نجد أن العبارة عندي عبارة خاطئة والصحيح لها اللي هي الفترة المقلقة سين شرطة ناقص ثلاثة سيجمة وسين شرطة زائد ثلاثة سيجمة ننتقل عزيزي الطالب إلى بنود الاختيار المتعدد وسؤالنا لهذا اليوم في البند التالي أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ضلل دائرة الرمز الدال على الاختيار الصحيح إذا كانت القيمة المعيارية لسين تساوي 18 من مجموعة بيانات هي قاف تساوي 75% والانحراف المعياري سيجمة يساوي 8 فإن المتوسط الحسابي سين شرطة يساوي ألف 24 با سالب 24 جيم 12 دال سالب 12 طبعا عزيزي الطالب نأتي إلى قانون القيمة المعيارية يساوي سين ناقص سين شرطة على الانحراف المعياري نعوض بالقيمة المعيارية 75% ونعوض بقيمة سين تساوي 18 والانحراف المعياري يساوي 8 طبعا أحل المعادلة اللي عندي يطلع الاختيار جيم وهو المتوسط الحسابي قيمته تساوي 12 إلى هنا أعزائي الطلبة وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وهي تمارين على القاعدة التجربية والقيمة المعيارية وأرجو أن تكون فيها الإفادة والاستفادة نراكم في حلقة أخرى من حلقات دروس الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة